صقور الجو العربية تقدم لكم عندما يطير الصقر العراقي فلا حدود لقوته وبسالته ويده نسلط لكم الضوء اليوم على طيار الميك 25 الاستطلاعي الذي اخترق أجواء أربع دول في طلعة واحدة مهمة استطلاعية يرويها أحد صقور السرب 97 ميك 25 استطلاع بسم الله الرحمن الرحيم اللواء الطيار الركن فائد حميد قاسم طيار ميك 25 الاستطلاعية سرب 27 كل فد بواجب تصوير جزيرة خرج مضيق هرمس وصولا إلى ميناء جاسك على بحر العرب والعودة من خلال أجواء دولة عمان والهبوط في دولة الإمارات والعودة إلى العراق عن طريق أجواء السعودية قطاد والبحرين مرورا بالكويت والهبوط بالعراق تفاصيل الواجب سيشرح من قبل قناة الصقور الجو العربية شكرا للجهود المبدولة من القائمين على هذه القناة التي تسجل ملاحم قوتنا الجوية البطلة والتي ستبقى وثائق الأجهاء القادمة شكرا مرة أخرى والسلام عليكم كثيرة هي المهام التي نفذها سلاحنا الجوي في القادسية الثانية ضد إيران تعلم منها الأعداء قبل الأصدقاء لما لها من أدوار بطولية جريئة قل مثيلها حتى لدى الدول الكبرى والعظمى وكان لها الدور الرئيس بين القوات المسلحة البطلة بإجبار إيران رغم تعنتها وعنجهيتها المعروفة على الاستسلام بعد أن تجرع دجالها السم كما ولدت الخوف والرعب لدى الكيان الصهيوني وبات يخطط في الخفاء للانتقاص من قدرات وكفاءة سلاحنا الجوي المهمة التي يرويها في هذا الموجز أحد صقور طائرة الميك 25 الاستطلاعية الأبطال من السبع وتسعين قاعدة تموز جوية هذه الطائرة التي أضفت قدرات وكفاءة عالية لسلاحنا الجوي وقواتنا المسلحة مكنتهم التعرف على نوايا وأهداف العدو في عموم الخارطة الإيرانية بتفصيلاتها الدقيقة مهمة هذا الصقر تنم عن شجاعة واقتدار عالي المستوى في ظل مواقف عربية خجولة ومتباينة ضد أعدائها الحقيقيين والمحتملين تحمل العراق وحده الدفاع عنهم ضد عدو شرس أهدافه بعيدة المدى بانت غاياتها اليوم بعد أن أفل نجمه بقصد كما جرت الأحداث بعد عام 2003 إليكم قصة المهمة من منفذها شخصيا في تشرين الأول أكتوبر عام 1987 كلفتني قيادة القوة الجوية بمهمة كان لها أبعادها الاستراتيجية لمهام مستقبلية مهمة سأتكلم عنها بتفاصيل لم أذكرها سابقا إلا لذوي الشأن في قيادة القوة الجوية وقائد قاعدتي وقائد سربي بعد إنجازها وليس قبلها لازلت أحتفظ بها في ذاكرتي بعد مضي 34 عام تقريبا لما لها من تأثير معنوي ونفسي لا أقول أكثر من ذلك أكسبت بلدي عزا وشرفا ما بعده شرف وعز إنها إحدى المهام المميزة وفق تصوري لها لما صادفني فيه من رؤية أحسبها غريبة ومؤلمة أحيانا من جانب آخر مهما كانت الأسباب استدعيت إلى مركز عمليات قيادة القوة الجوية في بغداد هناك التقيت مدير العمليات ألواء الطيار الركن الشهيد سالم سلطان عبد الله وبعد الترحيب بي تم إيجازي بالواجب من قبله شخصيا وبتحفظ شديد هو استطلاع تصويري لجزيرة خرج نزولا إلى مضيق هرمز بعدها الاستدارة يمينا لاستطلاع الساحل الإيراني الشرقي وصولا إلى ميناء جاسك مقابل ساحل عمان الذي يستخدم لتصدير النفط الإيراني بعد فرض الحصار على جزيرة خرج وبقية الموانئ الإيرانية في الخليج العربي بكل فخر قامت به قوة نجوية البطلة وبعد إنجاز المهمة يتم الهبوط في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا في مطار أبوظبي العسكري لإعادة التزود بالوقود والعودة إلى قاعدة علي الجوية لتبدأ مهمة أخرى استطلع فيها بعض الأهداف الإيرانية ضمن الخليج العربي وهنا تنتهي مهمتي المسافة الكلية حتى مطار أبوظبي هي 1700 كم كان الواجب بمنتهى السرية وعليه لم يتم تبليغ أي من قادتي في القاعدة التي أنتسب إليها فقط أنا المنفذ واتصالي مباشر بمدير العمليات وعلي اختيار المفرزة الفنية التي ستتم تجهيز طائرتي بعد هبوطها في مطار أبوظبي للعودة إلى قاعدة علي الجوية وبأقل عدد ممكن من الفنيين على أن لا يتم إخبارهم بأي تفاصيل مهما كانت بساطتها عن الواجب لحين وصولها إلى أبوظبي بإحدى طائرات النقل العراقية جال في خاطري لماذا كل هذه السرية المفرطة بهذا الواجب لكني أعتقد بأن القيادة قد تتحسب ما جرى لمهمة سابقة مشابهة تقريبا استشهد فيها الرائد الطيار عبدالله فرج آمر السرب 87 ميك 25 في كانون الأول ديسمبر عام 1982 بمهمة استطلاعية بعمق الخليج العربي استهدف من قبل طائرات F-14 الإيرانية واختفى سره بعمق الخليج العربي على العموم التحفظ والسرية بمثل هذه المهام ضروري ويحقق المباغدة المطلوبة تقرر أن يكون التنفيذ من قاعدة الوحدة الجوية في الشعيبة لملاءمتها تعبويا وتحقق مباغدة أفضل من سواها من القواعد ولكن دون إعلام قائد جناح الطيران وقائد القاعدة أيضا وعدم استخدام أي اتصال لاسلكي من لحظة التشغيل حتى مغادرة الأجواء الوطنية وبالنظر لتواجد القوات الأمريكية في الخليج العربي تم تزويد بالترددات اللاسلكية لهذه القوات لكون طيراني سيكون بالمرور بالقرب منهم وكذلك التزويد بترددات مطار أبوظب العسكري ولكن علي الانتظار في قاعدة تموز الجوية دون مغادرتها لحين الاتصال بالتهيئ للطيران إلى قاعدة الوحدة الجوية لتنفيذ الواجب بعد يوم أو يومين من الانتظار وصلت في الصباح الباكر طائرة النقل اليوشن 76 دلالة على بدء التنفيذ استصحبت معها المفرزة الفنية وانطلقت أنا بطائرة المجهزة بكافة معدات الاستطلاع المطلوبة للواجب مع خزان وقود احتياطي وصلت قاعدة الوحدة الجوية وبقيت بالانتظار لحين ساعة الصفر والجميع يتساءل ما هو الواجب وكنت أعتذر منهم وأنا في غاية الخجل من قادتها توقعت أن يكون التنفيذ في نفس يوم حضوري لقاعدة الوحدة الجوية وعليه تم إعداد خطة الطيران من قبلي ثم أبلغت الفنيين ببرمجبة حواسيب الطائرة استعدادا للطيران دون علمهم بالواجب الطائرة الميك 25 تحتاج لإحماء أجهزتها الملاحية بحدود 40 دقيقة في حوالي الساعة العاشرة صباحا بلغت بالتنفيذ الحالة الجوية جيدة مدى الرؤية حوالي 10 كيلومتر الغيوم معدومة والحالة العامة مناسبة لإجراء مهمة الاستطلاع جوي ناجح الطائرة جاهزة للطيران وبالإشارة المتعارف عليها تم طلب التشغيل والدرج من السيطرة الجوية وبأسرع ما يمكن أقلعت من مطار قاعدة الوحدة الجوية ومغادرة أجواء القاعدة باتجاه سبيل الطيران باتجاه جزيرة خرج النفطية التي تبعد حوالي 300 كيلومتر من نقطة انطلاقي تضمنت خطتي للطيران الإقلاع لغاية 20 كيلومتر حوالي 61 ألف قدم يستغرق الوقت حوالي 10 دقائق قاطعاً مسافة 170 كيلومتر تقريباً في ذات الوقت يتم التسارع إلى 2500 كيلومتر بالساعة أي 2.5 إلى 3 ماخ أعلى من سرعة الصوت باتجاه جزيرة خرج كما أشرت الكويت إلى يميني وقد بلغت ارتفاع وسرعة المهمة وبعد نفاذ وقود الخزان الاحتياطي قذفته حسب الخطة في مياه الخليج العربي أجهزة التصوير تعمل بشكل دقيق التغطية التصويرية 90 كيلومتر على السطح وصلت جزيرة خرج دون تعرض جوي معادي بوقت 18 دقيقة من الإقلاع استمر خط الرحلة بمحاذاة السواحل الإيرانية الشرقية باتجاه ميناء جاسك دون تدخل من العدو الإيراني مررت بقاعدة بوشهر الجوية وقاعدة الشيراز والمفاعل النووي بقربها ومن بعدها قاعدة بندر عباس إلى يساري كل هذه أهداف استهدفها الطيران العراقي محقق النتائج باهرة فيها وحقيقة كنت أتوقع أن تقاطعني طائرات F-14 الإيرانية المتمركزة بقاعدة شيراز الجوية ولكن يبدو أن هذه الطائرات معظمها قد تعطلت لنقص في المواد الاحتياطية وكذلك افتقارها لصواريخ فونيكس وفق ما أشارت إليه النشرات الجوية وباتت إيران تفتقر لها من الناحية العملية بان في الأفق البعيد قليلا مضيق هرمز ومن بعده ميناء جاسك النفطي كنت محتسب لطيراني خارج مجال خطوط الطيران المدني مما يعطي دليل واضح للطيران المعادي قد يستهدف من قبل الدفاع الجوي الإيراني ولكن السرعة والارتفاع هما دفاعي الوحيد الذي كنت أرتكز عليه في مهمتي بعد مضي 45 دقيقة من الاستطلاع اقتربت من مجال مضيق هرمز وسلطنة عمان ومنه إلى يسار قليلا ميناء جاسك النفطي وبانت عن بعد الحدود الباكستانية وسأكون حذرا من تجاوز حدودها الدولية كنت حريص أن يكون التصوير دقيق لنجاح مهمة المكلف بها وبعد أقل من ساعة تجاوزت الميناء وعلى الفور استدرت إلى اليمين في طريق العودة فوق بحر العربي مقابل ساحل عمان للهبوط في قاعدة أبوظبي الجوية وبدأت التهيئ للانحدار فوق مسقط عاصمة سلطنة عمان باتجاه الأراضي الإماراتية وباشرت الاتصال مع القاعدة طالبا تعليمات الهبوط ولكن المفاجأة رفضت سلطات القاعدة تقديم أي مساعدة للهبوط فيها حاولت مرة أخرى طلب السماح للهبوط ولكنهم أصروا على الرفض وقد أزعجني ذلك وأنا بوضع لا يسمح لي البقاء طويلا في الجو بسبب شحة الوقود عليه كنت مصمم مهما بلغ بي الأمر الهبوط حتى لو امتنعت سلطات القاعدة لذلك وللأسف الشديد أقول كيف يكون ذلك وهناك اتفاق مسبق من قبل قيادة نجوية مع قادة دولة الإمارات المهم أعددت العدة للهبوط والتقرب إلى المطار ولكن الغريب الذي لم أتوقع وجدت مدرج المطار وطرق الدرج الأخرى قد أغلقت بالعجلات بحيث لم أتمكن من الهبوط بالأجزاء الأخرى غير المغلقة لقصر المسافة وطائرتي تحتاج إلى مجال هبوط كاف بأمان قمت بعمل مرور واطئ ولكن آمر سلطة الطيران كررت منعي ومغادرة أجواء القاعدة الجوية فورا وفي هذا الموقف المحرج قررت بسرعة التوجه لمطار آخر قريب لكوني قد درست المنطقة جيدا بوجود مطارين الأول وسط مدينة أبوظبي والآخر المطار الدولي وكان قراري الأول أن نزول بمطار وسط المدينة ولكن المفاجئة التي لم أتوقعها أيضا غلق المطار بالعجلات هو الآخر الوقود بدأ ينفذ بسرعة والوقت الكلي المسموح للي بالطيران قد نفذ أيضا وكإجراء أخير تسلقت للبحث عن المطار الدولي وهو فرصتي الأخيرة لا فرصة بعدها حيث احتمال أن تطفئ محركات طائرتي ويجب القذف من الطائرة ولا حل آخر يمكن اللجوء له اتصلت بالسيطرة الجوية بإنني احتمال أقذف بعد دقائق إذا لم تسمحوا لي بالهبوط في مطاراتكم وكان جوابهم مخيب للأمال وهو الآخر بقولهم هذه مشكلتك توجهت إلى مطار أبوظبي الدولي وكانت المفاجأة أنه تم غلقه أيضا بالعجلات إذن قد يكون هناك قرار نهائي بعدم السماح بهبوطي في الإمارات وهذا ما لم أتصوره لكن حاولت الهبوط بإحدى مطارات السعودية وأنا بهذه الحيرة جال في خاطري أن العراق في حربه مع إيران هو للدفاع عن حدوده وحدود دول الخليج العربي وتذكرت كيف أن القيادة العراقية وقفت مواقف مبدئية من أجل ذلك وتذكرت أيضا كيف طلب الرئيس صدام حسين قصف طهران ومعظم المدن الإيرانية بإشراك كل الجهد الجوي العراقي بعد حادثة محاولة اغتيال أمير الكويت جابر الصباح عام 1985 أطلق عليها يوم الكويت كان قراري النهائي القذف من الطائرة بعد تصفير وقودها الذي بات وشيكا تسلقت بالطائرة للتهييل القذف وفق محدودياتها الفنية في هذه الأثناء شاهدت شارع فرعي ضيق ضمن مطار الدولي تقف بالربع الأول منه عجلة واحدة عليه قررت الهبوط فورا قبل أن تطفئ الطائرة المنظر الذي أضحكني مع الأسف عندما أنزلت عجلات الهبوط بدأت العجلات العسكرية تتسابق معي من أجل منعي قسرية من الهبوط ولكن لله الحمد تمكنت من الهبوط في جزء الشارع الخالي من العجلات وأنا أعلم بأنه قرار خطير بطائرة ثقيلة مثل ميكت 25 وكان قراري يرتكز حتى لو لم أتمكن من إيقاف الطائرة بسبب قصر المسافة فقط لكي أحافظ على حاوية الاستطلاع ولا يذهب جهد طيراني سدن إذا ما رفعت العجلات لإيقافها أعني حتى لو اضطررت الاستدامة بأي عارض أرضي من أجل سلامة حاوية الاستطلاع على العموم كان الهبوط ناجحا وتم إيقاف الطائرة بمسافة قصيرة لكني شاهدت رتلا من العجلات العسكرية قام بإغلاق درج الطائرة الفرعي وركابها من الجنود يؤشرون لي بالمغادرة عندها بدأ الغضب يتصاعد عندي أوقفت الطائرة وقمت بدفع محركاتها الاثنين بأقصى ما يمكن ثم وجهتها باتجاه العجلات عندها هربت وأخلت طريق الدرج حيث قمت بالتجول بحرية لحين إيجاد موقف مناسب لإيقافها بعيدا عن موقف الطائرات المدنية المتواجدة بالمطار بعد إيقاف الطائرة صعد شخص يبدو أنه مدير المطار سحب المسدس وأمرني بالنزول وقد امتثلت لأمره أثناء ذلك شاهدت عدد كبير من أفراد القوات الخاصة منتشرة في المطار وكان يبدو لي بأنهم لا علم لهم بمهمة معروفة لدى السلطات الإماراتية حسب تصوري ثم دار بيننا حوار حيث سألني مدير المطار ما هو سبب الهبوط في مطارنا المدني فأجبته بسبب شحة الوقود فقال لي سنجهز الطائرة بالوقود وتغادل فورا فأجبته إذا لم تجهز طائرتي من قبل الفنيين العراقيين والذين سيحضرون بعد قليل لن أقلع بها فقال لي تفضل معي فأجبته كلا لن أغادر طائرتي عندها هددني باستعمال القوة معي هنا تقدم أحد الأخوة السودانيين وقال طائرتك سأحميها أنا اذهب معهم ولا تجعلهم يعتدون عليك عليتي حال اقتنعت بكلام الأخ السوداني ورافقت مدير المطار إلى دائرته وهنا أجر العديد من الاتصالات الهاتفية وفي هذه الأثناء هبطت طائرة اليوشن 76 مع المفرزة الفنية فوجئ بها مدير المطار وامتنع من استقبالها قلت له دعهم يقوم بواجههم لتجهيز الطائرة والإقلاع بها إلى العراق وزاد التوتر بيننا وشعرت حينها بأنني لست ببلد عربي ولكن كأنني أسير حرب لديهم هو من المفارقات طلبت استخدام الحمام وسمح لي ولكن دخل معي دون خجل منه أصبح الوضع متأزم بيننا في ذلك الوقت اتصل أحد الأشخاص مع مدير المطار أشار لوجود ضباط طياري من القوة الجوية الإماراتية يطلبون الدخول لاستلامي لكنه رفض وزاد من الموقف تعقيدا لحين اتصال أحد الأشخاص ويبدو من الشيوخ وفجأة تغيرت معاملته وسمح للضباط الطيارين بدخول مقره لاستلامي دخل عدد من الطيارين الإماراتيين وكان لقائهم كأخوة ورفاق سلاح قبلوني وهنأوني على سلامتي وتم السماح للمفرزة الفنية بالهبوط وأشار أحدهم بأن الخطأ ارتكب من قبل العراق لأن المفروض التنسيق واستحصال الموافقات الأصولية من قبل قائد القوة الجوية شخصيا الذي زار العراق مؤخرا وأعطى موافقته لهبوط الطائرات العراقية في القواعد الجوية والمطارات الإماراتية عند الحاجة ولكن كل ذلك لم يحصل وقد وجدت في كلامه الحق فيما حدث حيث كنت أظن بأن هناك تنسيق مسبق بالواجب في آب أغسطس عام 1987 زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد القوة الجوية الإماراتية مع وفد كبير قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي وضمن منهاج الزيارة زيارة قاعدة تموز الحبانية الجوية وقد أطلعه قائد القاعدة على أسرابها البالغ عددها آنذاك عشرة أسراب مقاتلة وقاصفة وتعرف على أمريها وأساليب العمل الإدارية والفنية والقتالية بالإضافة إلى إجراء عروض جوية للطائرة القاصفة الثقيلة تيو تونتيتو وطائرة الميغ خمسة وعشرين أعجب بها أي معجاب ومما يشار إليه أنه قال بالحرف الواحد أتمنى أن تصل قوتنا الجوية إلى هذا المستوى من التنظيم والعمل القتالي المنظم ويبدو من خلال هذه الزيارة اتفق الشيخ محمد مع قائد القوة الجوية على أمور التعاون فيما بين القوتين الجويتين أثناء تجهيز الطائرة العودة بها إلى العراق حضر السفير العراقي لدى الإمارات وحضر أيضا ضابط برطبة عميد بالجيش الإماراتي إلى المطار حيث سألني العميد كيف ستكون خطة العودة فأجبته أنا عندي خطة للطيران أثناء العودة سأطير وفقها ضمن برنامج معد داخل الطائرة فطلب مني عدم استخدام الخليج العربي أثناء العودة أجبته بأني أتلقى الأوامر من قيادة القوة الجوية العراقية وليس من عندك فغضب وغادر وقال سيتأخر إقلاعك إلى أن نصل إلى نتيجة هنا تدخل السفير العراقي واتصل بقائد القوة الجوية ليطمئنه عن حالة الصحية وسلامة الطائرة حيث كان يظن بأني قد تعرفت لحادث وماكث في المستشفى ومع ذلك طلب يكلمني وكان سعيدا بذلك وأشرت له بأني مكلف بواجب آخر والجماعة هنا يرفضون عودته عن طريق الخليج العربي بل العودة عن طريق المملكة العربية السعودية فقال لي نفذ ما يطلبون منك عندها تدخل الشيخ محمد بن زايد أن يكون الطيران عبر الأجواء السعودية مبررا سبب ذلك أن إيران لو شاهدت الطائرة بمواصفات الميك 25 تقلع من الإمارات باتجاه البحر ستسبب لهم مشاكل قلت له بعدم وجود خرائط لمثل هذا التغيير أجابني سوف أجهز لك الخرائط المطلوبة وأكلف لمرافقتك أربع طائرات مقاتلة بالتنسيق مع طائرة الأيواكس لحين مغادرتك الأجواء الخليجية وقبل صعودي للطائرة شد على يدي وقال ستقلع ولا أحد يستطيع أن يمنعك فأوعدني أن لا تستخدم الخليج للعودة فقلت له نحن العراقيين إذا قلنا كلمة ونحن رجال والرجل عند كلمته فشكرني وقال والنعم من العراقيين أنتم حامين أثناء العودة تسلقت إلى ارتفاع 9 كم واعتمدت اسلوب الملاحة التقديرية إلى أن بدأت المنظومات الملاحية تلتقط الترددات لحين هبوطي في قاعدة علي الجوية وبودي في هذا الموجز التنويه للتاريخ أن السعوديين فتحوا كل مطاراتهم لاستقبالي عند عدم استقبالي من قبل الإمارات لكن الوقود كان لا يكفي للوصول وقد أبلغوني بالهبوط في أي مطار عند العودة في حالة حدوث أي طار أبابيل العراق وكل ليل لكم في ظلمته انتخاء لكم عنقاء فولاذ يراها فيفتح كل قبتها الفضاء وإذا تسرون ترتجف الدياج ويجمد في كواكبها الضياء تشقون الظلام لكم وميظ وللأجرام حولكم انتفاء